بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه رسالة مختصرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في القدر وهي جواب عن سؤال أرسله أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى عمر في خلافته وأجابه بهذه الرسالة المختصرة التي تبين عقيدة المسلمين في القدر وهذه رواها عبد الرحمن بن محمد بن منده قال أخبرنا محمد بن أبي نصر قال أخبرنا الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم بن بهدله عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إن قبلنا هاهنا أقوام يتكلمون في القدر يخوضون في القدر فأبو موسى رضي الله تعالى عنه عامل عمر رضي الله تعالى عنه يرسل إليه برسالة يبين له بداية انحراف بعض الأقوام الذين بدأوا يخوضون في أمر القدر على غير المعتاد من المسلمين أو من طريقة المسلمين والذين تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخوض في القدر فأجابه عمر بقوله فكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع قال أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره أبرم أمره بمعنى أنه قضاه وأحكمه ودبره فالأمر كله لله سبحانه وتعالى خلقا وقضاء وتدبيرا وحكما وأنفذ حكمه بمعنى أنه أمضاه فهو قدره ابتداء ثم خلقه انتهاء وأمضاه وقدر مشيئته فالله سبحانه وتعالى له القضاء والقدر والتقدير فهو هنا عمر رضي الله تعالى عنه يثبت لله جملة من العقائد الإسلامية القضاء القدر الحكم التدبير المشيئة وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته الحجة بمعنى الدليل والبرهان فالله سبحانه وتعالى قدر كل شيء ثم أمر العبادة بأوامر ونهاهم عن نواه فمن أطاع فاز ومن عصى كان له الخسران فلا احتجاج بالقضاء والقدر على ترك الأمر والنهي أو عدم الامتثال لأمر الله ونهي ولذلك عمر هنا يأخذ بالكلام إلى ما هو المطلوب من العباد فالمطلوب من العباد لا أن ينظروا في قضاء الله وقدره ويخوضون فيه وإنما ينظروا فيما أمرهم الله به فيمتثلون أمره وفيما نهاهم الله عنه فينتهون عنه وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه من معصيته ثم قال فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نصره وإذا أبغضه خذله وهنا يسند عمر رضي الله عنه إلى الله فعلين فعل الحب وفعل البغض فأسند ذلك إلى الله قال وإياك من عباده جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين العاملين بطاعته فهذا هو المطلوب من العباد أن يعملوا بطاعة الله لا أن يحتجوا على الله بأقداره وقضائه قال فإذا وصل كتاب هذا إليك فادعهم وأوعز إليهم أوعز إلى فلان بشيء بمعنى حثه وأرشده على فعل الشيء أو إلى فعل الشيء أو تركه هذا معنى أوعز بمعنى أرشد وحث إلى فعل الشيء أو ترك الشيء قال فادعهم وأوعز إليهم وانههم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله ليس مطلوبا من العباد أن يخوضوا في القدر ولا أن يخوضوا في أمر قدره الله وقضاه قبل خلق آدم ولا أن يخوضوا في أمر نهاهم الله عن الخوض فيه وانهاهم عن المعاودة بالخوض في أمر قد أحكمه الله وفرغ منه وهذا أيضا إسناد من عمر لفعل فرغ إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه أنهاه وانتهى منه واعلم أن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له جري بمعنى كتب أو تحرك بالكتابة فأمره الله تعالى بالكتابة كما هو موافق للحديث فجرى القلم بما كان وما هو كائن بما كان في الماضي وما هو كائن في المستقبل إلى قيام الساعة فالله كتب مقادير وأفعال الخلائق وما يكون منهم إلى يوم القيامة وما هو كائن إلى يوم القيامة هذا بعلم الله فالله سبحانه وتعالى يعلم ما سيفعله العباد باختيارهم أيضا فلا جبرة أيضا فقد فرغ الله تعالى من السعادة والشقاء على عباده أي من تقدير السعادة والشقاء فقد فرغ الله عز وجل من السعادة والشقاء على عباده بمعنى أنه فرغ سبحانه وانتهى من كتابة وتقدير السعادة أو الشقاء على عباده ثم قال فانههم عن الخوض فيما كانوا يخوضون فيه من أمر القدر من أمر قد فرغ الله منه من أمر قد فرغ الله منه ومرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله انظر إلى فقه وفهم الصحابة وعقيدة الصحابة وانظر إلى الطوائف المنحرفة كيف جرت المسلمين إلى الخوض والكلام فيما لم يؤمروا بل نهوا عن الخوض فيه وشغلوهم عن المهم مما هو مطلوب منهم ولهم فهو هنا يرشدهم إلى ما هو مطلوب منهم وإلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم فقال ومرهم بالاشتغال بتلاوة كتاب الله فإن الله تعالى يكتب لمن تل القرآن بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم ولكن يكتب له بالألف عشرة وباللام عشرة وبالميم عشرة وهذا كما جاء في الحديث فالاشتغال بهذا الذي بيّن الله فضله أنفع لهم وليت كل الطوائف التي شغلت المسلمين بعلوم ليست لهم ولا مطلوبة منهم وبل نهاهم الشرع عن الخوض فيها ليت هؤلاء يعلمون أن الأنفع للمسلمين أن ينشغلوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم ويتركوا الخوض في علوم الكلام والفلسفة والبحث فيما وراء ما أنزله الله عز وجل في كتابه ووحيه وعلى لسان نبيه فالاشتغال بهذا الذي بيّن الله فضله أنفع لهم وأعود عليهم في دنياهم وآخرتهم من الخوض في أمر قد فرغ الله منه ماذا تكسب وماذا تربح من الخوض في شيء انتهى وفرغ منه هل تخوض فيه من أجل أن تحتج على الله به فتترك العمل أم ماذا من الخوض في أمر قد فرغ الله تبارك وتعالى منه وأحكمه فهذا أمر قد فرغ منه وانتهى فعلى كل عاقل أن يؤمن ويرضى بقضاء الله وقدره ويعمل كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له والله أعلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له